بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى أصاف المنافقين في الآيات السابقة يمثل بمثالين لبيان حالهم المثال يضرب لتوضيح المطلب لأن المثال يوصل عمق الحقيقة إلى قلب الإنسان ليدركها بسهولة ومثل ما يقولون تشبيه المعقول بالمحسوس المثال الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثل المنافقين هذا المثل مثل الإنسان الذي استوقد نارا يعني أشعل نارا ليستضيء ويدفئ بها استوقد إما بمعنى أوقد يعني أشعل النار أو بمعنى طلب الوقود اللي هو الحطب ونحوه حتى يشعل النار فلما أضاءت ما حوله يعني لما أضاءت النار ما حول هذا الإنسان وانتفع بها ذهب الله بنورهم أرسل ريحا أو مطرا فأطفأها وتركهم في ظلمات لا يبصرون من يشوفون داير مدايرهم وهذا مثل للمنافقين لأن المنافق بإيمانه الظاهري يعبد لنفسه سبيل الحياة وينور طريقة لأن الإيمان نور وسبب لهداية الإنسان إلى الحق والعدل والخير فيستمتع بهذا النور لأيام قليلة فإذا قبض الله أرواحهم تركهم كسائر الكفار في نار وعذا فكما أن الذي استوقد نارا ثم أطفأت ناره يبقى في الظلمة ويتحسى كذلك المنافق فإنه بإسلامه الظاهري يعامل في الدنيا معاملة المؤمن هذا الإسلام يضيء ظاهر دنياه إذا مات وقع في ظلمة العذاب والتمثيل بالنار لعله لأن المنافقين أرادوا الوصول إلى النور ولكن أخطأوا الطريق أرادوا الوصول إلى النور عن طريق النار لكن النار وإن كانت تنير لكن يرافقها الدخان والرماد والإحراق المنافق يتظاهر بنور الإيمان ولكن باطنه نار وهذا النور الظاهري ضعيف جدا وقصير المدى لأن الله سيكشفه وتظهر حقيقته وسيطردون من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل الناس لأنهم يفضحون والله تبارك وتعالى في كثير من الآيات فضحهم أنتوا الآن تشوفون أيضا المنافق يوم يوميا يقدر يتستر ولكن بعد فترة ينفضه ما يوجهه يروح فيصبح بالإضافة إلى كونه طريد الله طريد الناس صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم جمع أصم يعني الأطرش اللي ما يسمع ليش؟ لأنه ما ينتفع بالحق فهو مثل الأصم بوكمون بوكم جمع أبكام وهو الأخراس اللي ما يقدر يتكلم ليش؟ لأنهم لا يقولون الحق فهم مثل الأبكام هم والأبكام سواء عميون عمي جمع الأعمى ما يشوف لأنهم لا يبصرون الحق فهم والأعمى سواء هذا حال المنافق لأنهم ينتفع بسمع في قبول الهداية ومن ينتفع باللسان في نشر الهداية ومن ينتفع ببصر في رؤية آيات الله تبارك وتعالى ولذا الله تبارك وتعالى في آية أخرى يقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وفي آية أخرى يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها صم بكم عميون فهم لا يرجعون عن نفاقهم ما يرجعون عن غيهم وظلالهم إلى طريق الهدا فحيث صموا وأبكموا وعموا لم يرجع فيهم الخير فإنه ولا يسمع الصم الدعاء أعاذنا الله وإياكم من شرورهم وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين